بشأن تشكيل فريق عمل لدراسة مشروع تطوير الأسواق القديمة بمحافظة مسندم ووضع التصور والنظم والسياسات والتصاميم اللازمة لها وكيفية دارتها وتأهيلها وتشغيلها أهم نقاشات الاجتماع الأخير لهذا العام لأعضاء المجلس البلدي بمحافظة مسندم وناقش أعضاء المجلس موضوع تعويض أهالي منطقة غصة بولاية خصب عن الكسرات والمحاجر وقيام اللجنة العامة بالاجتماع مع مسؤولي هذه المحاجر الوقوفة على التسهيلات التي يمكن تقديمها المواطنين بالإضافة إلى مواضيع الإسكان والمخططات السكنية ترأس الاجتماع سعدة السيد خليفة بن المرداس البسعيد محافظة مسندم رئيس المجلس